اهلا بكم مرة ثانية ونكون عارفين ان احنا بمجرد منشوفك كده ان احنا بصدد يعني كلام شايق كتير ربنا خيك ده شرف لي ويعني مبروك النيولوك دي يا الله يخليك ربنا يخليك مرسي جدا ليك النيولوك نور بوجودك طيب استأذلك نبتدي بقى بمنتخبنا والمشاركة في أمم إفريقيا ومتطمن حاطة ايديك على قلبك شايف خير مش شايف حاجة ايه الدنيا لا لازم نطمن منتخب مصر واحد من أفضل منتخبات في القرى حتى لو بنكلم على التصنيف الحالي احنا رقم ستة لو بنكلم كتصنيف يعني رقمي سيلك بالتصنيف خلينا بالليد تشوفت الفترة اللي فاتت اللي انا شوفت الفترة اللي فاتت يعني يخلينا ما بين الاطمئنان والقلق يعني ما نقلقش قوي وما نتطمنش قوي لازم نبقى في حذر يبقى فيه تركيز شديد كل المنتخبات مستعدة فيه ظروف واضح انه هي هتبقى طريقة لكل المنتخبات طبعا زي ما بنسمع مثلا منتخب المغرب فجأة تقارير تقول 15 اصابة تقارير تقول 6 اصابات فانت تخيل انت تصحى من النوم يقولك انت الفريق بتاعك لو نصه مش موجود فالدنيا بتختلف فلازم الكل يبقى مركز الكل عامل حسابه انه هو في اي وقت هو اللي هيبقى لعب رقم واحد طبعا الاستعداد في البطولة العربية كان جزء كبير كيروش بيشوف اللعيبة اللي هي القوام اللي موجود من الدوري المحلي اللي هو يقدر يستعين بيهم مع المحترفين من المفترض ان هو وصل للتوليفة اللي هي في دماغه طبعا كل الناس فكرك المفروض اه طبعا وهل اللعيبة اللي في التوليفة اللي في دماغه تعتقد حيرعبه كل لون في مركزه يعني هو اكيد لما اختار التوليفة دي هو اختارها بناءا على الطريقة اللي هيطبقها يعني هو راجل من الناس اللي بيبقى عنده طريقة لعب بيحب ينفذها كمان هو بياخد اللعيبة واضح حتى من اختياراته اللعيبة اللي بيجيد اللعبة في اكتر من مركز يعني شفنا مثلا احنا متعودين على شكل معين لأيمن أشرف سواء كان مع فيلر او مع مستر بيتسو موسيماني مستر بيتسو موسيماني كمان كان بيخليه ساعات في الطريقة الجديدة اللي هي فيها تلاتة وراء ساعات بيبقى هو الباك ليفت ومعلول بيضم فالنهاردة مع كيروش شفناه في دقايق قبل اصابته طبعا في احد مباراة كأس العرب اعتقد كأت الجزائر شفناه في مركز الهافليفت في التلاتة دول فهو واخد لعيبة يقدر يشكلهم ويقدروا يلعبوا في اكتر من مركز هو المشكلة كلها اللي فيه القلق كله على التلاتة اللي هيبقوا في نص الملعب مين هيلعبوا ازاي الطريقة عاملة ازاي هي دي كلها لكن يعني بنسبة تسعة وتسعين في المية حراسة المرمى معروفة الدفاع معروف الهجوم معروف لو ما فيش لقدر الله طبعا هيا حاجة الوحيدة اللي معروفة ومتأكدين منها يا حراسة المرمى غير لو حنشوفهم فجاءات كمان في الملاك بقى صعب طبعا يعني نتمنى طبعا السلامة لكل اللعيبان ما نتمناش ان حد يجيلوا اي اصابة ولكن هو الشناوي حاليا هو رقم واحد طبعا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله محمد ابو جبل يلحق بالبعثة بعد ان شاء الله ما يتم شفاء من فيروس كورونا ويبقى موجود لان مهم جدا برضو ان حتى لو الحارس الاول عندك موجود منيبقى الحارس التاني عندك موجود وبنفس الكفاءة لان هي منافسة في الاخر لصالح المنتخب لكن لا احنا اعتقد ان خط الدفاع ما فيوش جدال يعني لو هنتكلم على الاسامي هي فتوح وحجازي والوينش واكرب بمناسبة الاسامي ما تقول لنا بالمرة يعني اسماء التشكيل المثالي من وجهة نظرك يعني وفقا للقايمة اللي هو واخدها دي هو الشناوي فتوح في الباكليفت اكرم توفيق في الباكرايت الاتنين المساكين الوينش واحجازي عنده التلاتة هي زي ما قلت لك المشكلة او اللغة دايما هيبقى في التلاتة في نصف الملعب النني اكيد هيبقى موجود كمحترف طالما سليم عمر السلية وطبعا لو سليم لانه طبعا هو لسه في مرحلة التأهيل فلا هنفترض ان عمر السلية ويخدل حتى لتدريبات بشكل منفرد بالضبط لو عمر السلية سليم فاعتقد انني والسلية هيبقوا موجودين وهيبقى دايما الخلاف على مين رقم ثلاثة هل حمدي فتحي عشان يقدي دور لعب رقم ستة والليبرو المتقدم ولا هو عايز حد بمهام هجومية برضو على اساس يبقى موجود عبدالله السعيد او احمد سيد زيزو هو تقريبا التوليف الوحيد اللي بيقدر يلعب رقم ستة في المجموعة الواخدة دي هو حمدي فتحي الباقي كله متنوع اللي هو تمانية وبيهاجب زي امام عشور مهند لاشين السلية يعني هي دي الفكرة فهو نني والسلية ان شاء الله نقول السلية سليم مين الرقم ثلاثة ده ده اللي يبقى عليه الخلاف ولكني اشوف الاقرب يبقى حمدي فتحي بحيث يبقى فيه توازن يعني التلاتة اللي قدام عمر مرموش محمد صلاح ومصطفى محمد دول التلاتة اكثر جاهزية يمكن تريزيجي لسه راجع من فترة طويلة اصابة طويلة لكن هو شارك مع فريقه في الدورة الانجليزية ولكن اعتقد يعني هم دول التلاتة اللي يبقوا اقرب ان هم لو كل حاجة ان شاء الله سليمة في القائمة يبقى هم ده التشكيل الاقرب اللي يبتدي بكيروش مباراة نيجيري طب تعتقد لو تريزيجي لعب هيلعب مكان مرموش ولا ممكن المكان يتغير الاقرب انه يبقى مكان مرموش الا لو كيروش عنده برضه فكرة ان هو حاجة تخص المهاجم الوهمي ان صلاح هو اللي يبقى الشادو سترايكر ويلعب مرموش وصلاح وممكن يلعب بتريزيجي يعني يلعب بالتلاتة دول سواء في البداية او في اي وقت من المباراة لكن اعتقد النسبة اكبر ان مرموش هو اللي رجله شوية في الملعب عن تريزيجي وكيروش شافه اكتر من مرة هو العيد مميز هو احد اكتشافات كيروش فاعتقد الاقرب ان هو اللي يبتدي هو اختياره كمان في المقام الاول يعني اول واحد وصق في اول واحد قدمه للجمهور كان مفاجئ لنا بس المفاجئ كانت حلوة كانت مفاجئة حلوة شوفنا ما يرضينا على الآن بالزبط لا لا كان لعب مطشين ليبيا بشكل كويس حظه كان وحش في المعسكر لبعده بسبب الاصابة ولكن هو العيب مباشر صغير في السن لو خد فرصة اكيد هيبقى مميز جدا ومصر تحتاج النوعية دي في المكان ده تعب نقف شوية عند ابو صلاح لان ابو صلاح فيه يخصه كده وجهتين نظر متنقضتين في البعض بيشوف ان محمد صلاح ما بيقديش كما ينبغي وكما هو متوقع وكما هو مأمول مع المنتخب يعني ما بيعملش توم اللي احنا بنشوفه بيعمله مع ليفر بول دي وجه نظر وجه النظر المعاكسة بتقولك ما هو هيعمل ازاي ما هو في ليفر بول اللعيبة كلهم بتعبير البلدي الدالي بيخدموا عليه فبالتالي بيسهلوا مهمته لكن هو مش قادر يحصل على السيربس دي من خلال وجوده مع المنتخب فبالتالي الفعالية بتاعته مرتبقاش قد كده اخدم في الاعتبار ان مجرد وجود محمد صلاح في اي مباراة كده واخد تحت باطه اثنين ثلاثة لعيبة من الفريق المنافس بيحلقوا عليه فدي في حد زيتها اكيد نيزة وحاجة تهمنة انت شايف محمد صلاح مع المنتخب عمل ازاي بتفق معك طبعا على فكرة اللغة اللذائر الناس كلها الفساء لما تشوف صلاح في المنتخب مصر الرجل بيجيب كل مطش جون الناس بتقولك بعتذر عن ضمام للمنتخب وبطبيعة الحال محمد صلاح نفسه يهمه انه يعمل شغل نار مع المنتخب لانه هينعكس بالاجاب على لان هذا ما ينقص صلاح يعني ما ينقص صلاح هو اللعب الهداف التاريخي المنتخب مصر اللعب الأكثر مشاركة وحاليا كمان الكابتن فهو مهم جدا يظهر بشكل جيد لانه دي هتساعده تدي له بوينتس على مدار السنة لما يجي ينافس على الجوائز الفرتيج زي زابست هون هارده ما بين ثلاث أفضل لعيبة على مستوى العالم في استفتاء الفيفا شوف كام دولة بتصوت اختاروا صلاح يبقى من زي ميسي وليفاندوفسكي بينافس ميسي وليفاندوفسكي في بلوندور زعلنا لما خد المركز السابع فحتة بتاعت المنتخب لأ أنا شايف زي ما انت قلت الفرق في طريقة اللعب في ليفر بول في ناس كتير زي ما انت قلت بيخدموا على صلاح أو مش بيخدموا صح هم بيسهلوا مؤمورين بيسهلوا يعني من الصلاح لوحده الموضوع في ساديو ماني في جوتا في ارنولد في ناس نص الملعب يعني في اكتر من لعيب العين بتاخدهم ويتحركوا لكن في منتخب مصر الفكرة انه صلاح هو المطلوب منه اللي يحرك المجموعة هو اللي ياخد البصات عشان خطر بالزابط اللعيبة المدافعين يركزوا مع صلاح فنهاردة مرموش يقدر ينطلق مستمع محمد يقدر ينطلق لو حد النني فهنا دي دفحت ذاته مكسب الطريق بقى استخدامه هي المدرب يعني النهاردة المدرب يعني من المفترض اعتقد ان طريقة كيروش هو هيحاول دايما ازاي يستفيد طبعا بوجود صلاح لأقصى درجة ممكنة صلاح ممكن يصنع اهداف صلاح ممكن يبقى هو السببب في اتاحة الفرصة لزملاء ان هم يسجلوا في النهاية اللي استفادت المنتخب لكن من الظلم ان احنا نقول ان صلاح بيجي المنتخب عشان خاطر يعني خايف على رجله او جاي بس كده للشول يعني اكيد لعب حجم صلاح يهم ان هو يظهر شكل قوي لما قلت لما قلت اسمي ساد يوماني خلتني عايزة اروح معك للحظات ليبر بول ونرجع لمنتخب مرة العلاقة والوان تول ما بين ساد يوماني ومحمد صلاح بتشوفها ازاي وكل كورة بتبقى في رجل محمد صلاح ممكن هو يعني يهدف او يسجل او يسدد من خلالها وممكن يديها لساد يوماني اللي بالصدفة ممكن يبقى في موجود في الوزيشن الاسبط والعكس في ناس تقول اي بوسط ده طمع فيها ونفس الكلام على ساد يوماني انه كذا مرة كان فيه كذا كورة في اخر كم ماتش اليوم لأ ممكن كان يبعت صلاح وصلاح يقول قوله وما حصلش فهل فعلا فيه حساسية ما بين الاثنين لا ها في منافسة منافسة قوية طبعا الاثنين افضل لعيبة افريقيا محطمين ارقام قياسية يعني نهاردة صلاح لهو الهدف التاريخي الافريقيا فساديو ماني تقريبا ناقص لجون او اثنين وهو رقم اثنين يعني برضو ده في الحزبان رقم ضخم يعني انجاز لساديو ماني في فترة كان واضح ان كان فيه الخلاف الجامد او في الملعب كان باقي حتى ساديو ماني يخرج من الداي ده صلاح كان بحس ولكن مع الوقت الامور وضيت منافسة طبيعية داخل ساعات داخل الملعب ولكن المدرب في فترة ادري سيطرة اكيد واعتقد على مدار الفترة ادري يسيطر في فترة كانت واضح قوي ان الموضوع صعب ما بينهم داخل الملعب ولكن بعد كده الامور تحسنت والسنادي هم الاثنين عاملين شغل للقوير وللأمان حتى تصريحتهم يعني ساديو ماني تفرق علي ويتكلم عن محمد صلاح اخر تصريح لي ويقول صلاح واحد من افضل لاعبين في العالم واحنا محظوظين هو معنا في الفريق لسه مبارح ليه فيديو في الحساب بتاع الكاف وهو بيهزر بيقول انا بقول رسالة لصلاح وكيتا اصدقائي انا مقدرش اللاعب غير واحد فيكم بس في النهائي معرفش يكون مين فيكم حلو فهم الروح اللي بينهم حلوة اثنين كل واحد عايز يبال افضل ولكن يعني مفيش الخناقات اللي احنا مساعات الناس برضو من حبها شديد لصلاح تقول لا ده مشكلة لا بيكره مين بيكره لا لكن لا واضح ان الامور ابسط من الناس ممكن تتصورها الفرق ما بينهم في الاهداف قدي صلاح لغاية دلوقتي 15 لا اعتقد الفرق كبير حتى على مستوى الهدفين طوال افريقيا يعني صعب ان مين يعدي صلاح الا لو ان صلاح بعد لفترة طويلة يعني لو صلاح مشي بالمعدل ده يبقى متفوق على مين في هذا الموسم نرجع مرة تانية لمتخبنا ومشاركتنا في امم افريقيا وعندنا مجموعة انت شايفها قوية ولا متوسطة ولا على قد الايد عندك غينيا وعندك السودان وعندك نيجيريا اعتقد هاي المجموعات كلها متوازنة فكرة ان البطولة 24 منتخب برضو بتدي مساحة منتخبات تصنيف اقل تبقى موجودة معاك فكرة ان في اربع توالد هيصعدوا فالموضوع في المتناول يعني ما نقدرش نقول ان دور المجموعات حاليا بيمثل ازمة لا ده مفروض مصر تسعد بمزاج يعني حتى نيجيريا مش هزا الفريق المرح عندهم الدينيس مش موجود عندهم كازالعيد مش موجود الفرقة بس عندهم الموروث الافريقي المعتاد نيجيريا والكاميرون والدول عندهم طبيعي التاريخ ده عندك اجسام وعندك حصينة بتجري بترمح في الملعب وعندك قدرة على التحمل غير طبيعية وعندك برضو مهارات مش وحشة يعني تاريخ تقير برضو حتى لو مش باحنا حالاته تاريخيا طبعا زي مايقول تصنيف اول في افريقيا نيجيريا ولكن اقصد وضع منتخبنا مقدرش اقول ان في فروقات كبيرة يعني في الوضع الحالي مع الغيابات ايجال ودينز يعني في اكتر من لعب غايف في نيجيريا وكمان اخر كام مباراة في تصفيات كاس العالم امور يعني مش شايف الجزائر مثلا في نيجيريا لا يعني منتخب مصر لو مركزة بشكل ما تقدر انها تكسب نيجيريا والنتاج الاخيرة حتى لعبناهم قبل كده في تصفيات اعتقد كاس عالم او امم افريقيا وكنا تفوقنا عليهم سواء في مصر او في نيجيريا تعدلنا معهم واحد واحد وكان ممكن نكسب ايام كوبر هكتور كوبر فلا يعني اعتقد يعني ما اقدرش اقول مصر نزل مباراة صعبة جدا لا مصر نزل نيجيريا او مش متخب نيجيريا قدمه اللغط اللي حصل في متخبك انت طبعا عدم طمأنينة الناس كتير بان هي شايفة الناس اللي بتنور في مراكز معينة وهي موجودة في مراكز دي اصلا دي دي الحاجة اللي يمكن تقلق على كل حوال هنرجع للنقطة دي بس نستأذلك نطلع فاصل سريع ونرجع زي ما حضرتكم كده متبعين شوية الأهلي شوية منتخب شوية الدولات الأوروبية بس احنا الحقيقة غصب عننا كلام واخدنا اكتر في حتة المنتخب وفي هذا الاطار عايزة اسألك برضو من ضمن الحاجات اللي كانت ملفتة للنظر قرار الكاف الاخير بان وجود مجرد وجود 11 لاعب مسحتهم سلبية ده كفيل بانهم فكرة ان انت لو سمحت بتأجيل مباراة واحدة لأي ظرف هتكر ممكن مباراة مباراة فبالتالي بطولها ببوز هو مرتبط نهو لازم يمثبت فبراير يكون مخلص فلو نرجع شوية فلو تفتكر الأزمة بتاعت منتخب الشباب كابتر ربيع يسين لما سافر بطول شمال أفريقيا وكان المنتخب وقتها قايمة فيها مشاكل ومش قادرين يجمعوا كان وقتها بيتقال انه لازم يبقى 14 لعب سليم في القايمة منهم حرس مرمى عشان خطر مباراة تلعب لو مفيش العدد ده المباراة بأخسار هتنصف هم دلوقتي يسهلوها لو انت عندك اي 11 هيلبس المنتخب بتاعت يعني ما يديك اخر اخر ما عندكش حرس مرمى اللعيب لبسه هم اضطروا الحاجة في ظل اجواء كورونا ومكورونا ممكن يضطروا لان زي ما قلت حضرتك دلوقتي المغرب احنا بنسمع ان في 15 اصابة بكورونا طب 15 اصابة ده تقريبا لو بنتكلم القايمة 25 يعني يعني بقيله عدد ايه لو 28 يعقيله عدد قليل فلو حد زي ما ممكن لقي قايمته كل لعبات 13 لعيب مفهوم حرس حرس المرمى كلهم مصابين بكورونا وارد طب لو عايز يلعب يبقى يشوف لاعب عنده يلبس لبس الجول كيبر ويقف 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 يستسلم الأمر الواقع وما ضمن المآخذ اللي ناس ابتدت تتكلم عنها وبصوت مسموع في الفترة الأخيرة فكرة ان هو مش همه بقى حاجة وكل اللي يهمه زيادة الأرباح والمشاركات وعايز عدد المتخابات المشاركة في المونديال وفي أمم أوروبا وإفريقيا تزييد عايز يعمل كسر عالم كل سنتين فيه ناس بتقول لك الكلام ده مش وقته خالص في ظل كورونا وانتو شايفين الدنيا حصل فيها ايه طبعا موضوع صعب يعني دلوقتي اي زيادة في البطولات الاندية بتعاني اللعيبة نفسهم تعبنين الأمور صعبة فالنهاردة زي ما قلنا يعني فيه بعض في المسابقات الأوروبية يعني انجلترا مش قادرة توقف الدوري لكن هي بتأجل بعض الماتشوت حسب الظروف ألمانيا قالت نكمل من غير جمهور عشان واجع الدماغ أسبانيا قللت الأعداد الجماهير لكن محدش قادر يلغي عشان الاقتصاديات الكورة متنهرش زي لانهما بيعانوا الاندية دي بتعاني فالنهاردة الكاف هو عايز يعمل ايه احنا بديك كل الحلول ممكن عشان لو جت خلاص إجراءات الحزر في بلده أو فريق عنده عدد من إصابات يعني تنتهي في دور المؤتمر الأوروبي خسر مباراة 3-0 عشان عنده إصابات كورونا ومالعبش فما بقاش فيه مش كل حاجة هتبقى تأجيل لأ احنا فيه في أوقات مفيش تأجيل لانت فريقك خسر لان احنا قلنا ان في إجراءات كذا فطالما انت عندك إصابات ده واضح ان فريقك غير ملتزم بإجراءات معينة مفيش تطعمات فبيحاولوا ان هم يجيبوا اي لوائح او اي حاجة ان الامور نمشيها فالنهار ده اجراء زي ده هو الكاف يعني مضطر ومعزين وشوعة ولو بالعافية حبا في الرياضة نفسها ولا حبا بالأموال والرعاة والإعلانات ما للأمانة الكاميرون صرفت قد ايه الكاف صرف قد ايه ما دي كلها ملايين لنهاردة انت هتلغي بطولة مش في رعاة وفي مستفدين وفي ناس ما في ناس هتخسر كتير فهي معادلة لازم نحط الجانب الاقتصادي والجانب الانساني ولكن في بعض الأوقات يعني زي في 2020 كان صعب انت في بداية ظهور الكورونا بهذا الشكل انت كنت تكمل في وقت معين ولكن لما الامور استقر تماما بالنسبة لوجهة النظر الصحية رجعت المسابقات وستكملت اللي تم إلغاءه مسابقات قليلة جدا على مستوى العالم اللي تم إلغاءها وهتلاقيها غير مؤسرة اختصادية بشكل كبير ولكن كل البطولات الكبيرة اللي هي اختصادياتها كبيرة الأولمبيات تتلعب هتأجلك بس هتتلعب ما نظهر ش نلغي كاس العالم كاس عفوا اليورو كوبا أمريكا الدور الإنجليزي كله هنتعايش يعني هنتعايش ولكن اللوايح هي كل واحد بقى وهنقول ليه ده القدر كل واحد وحظه تعال نروح للملف والعنوان المتكرر اللي كلمنا عنه كتير في الفترة الأخيرة فكرة تضارب الموعيد ما بين مثلا كاس العالم للأندية وأمم أفريقيا لما كلمك بعد بالنسبة للنادي الأهلي وللعجب للنادي الأهلي شايف برضو الموضوع ده ازاي حاجة محزنة يعني الموضوع محزن جدا هل ينفع ان يتم تضاركه بأي شكل من الأشكال ووضح أن تسكت بيئة الجميع أعتقد أنه خلاص تأخرنا وارد تحصل مفاجأة عمالين بنسمع كل شوية عن مفاجآت وارد تحصل ولكن يعني صعب كل المؤشرات بتقول البطولة تبتدي يوم 3 فبراير بشكل طبيعي الأهلي يلعب يوم 5 فبراير بشكل طبيعي كل الإجراءات اللي تحسنت بس يعني فرصة التعديل القوائم أن الأهلي أصبح متاح لأنه يعمل القايمة يوم 3 فبراير وبالتالي ينتظر موقف التسع لعيبة اللي موجودة في أمم أفريقيا مين اللي يقدر يستعين به مين اللي لأ بقى في قايمة انتظار بشكل أكبر بدل 23 فعني إجراءات ممكن الأهلي يستفيد منها ولكن الأهلي عليه إن خلاص طالما ده أمر واقع إدارة الأهلي حاولت بأكثر من طريقة ولكن للأمانة والموضوع مش في إيد إدارة الأهلي بشكل كبير والأهلي أقحم في الملف ده دون إراته يعني هو مش الأهلي المقصود هي خناءة في السيكة التانية الأهلي دخل فيها من غير ما يكون لي أي زنب أو أي دور أو هو يبقى مقصود أو يعني في ناس يقول لك لا هو الأهلي حتى مش مقصود ده هو المقصود حاجات تانية الأهلي لقى نفسه داخل في الفيلم ده فمضطرين نتعايش قيمة الأهلي الحمد لله قيمة مميزة للأسف النواقص اللي هي في بعض المراكز اللي هي كلهم في المنتخبات يعني في مركز الوسط ما زل هم كلهم في المنتخب فهذه أزمة يعني ما فيش بدال يعني حتى الأساسي بالبديل بكل حيوما في المنتخبات فالأهلي لازم يتعايش بس دول الشوائح اللون بتوعد تلاتة وأكرم توفيق اللي هو بيلعب في المركز ده الأربعة في أمم أفريقيا فده طبعا أمر صعب جدا أي من أشرف في المنتخب علي معلول الاتنين اللي بيلعبوا في الشمال النهاردة أنت عليك أن أنت تستعد بالمجموعة اللي موجودة بالشكل الأمثل تتعايش مع الأمر الواقع زي ما بيقول ساعات ربنا بيحطنا في اختبارات معينة لأن ممكن النتيجة تبقى حاجة ما نتوقعه شايف فرصنا عاملة إزاي في كاس العالم اللندية في النسخة دي ومين أقرب وأقوى المنافسين طبعا تشيلسي ده يعني ده على جنب لوحده لكن المنافسة بشكل عام هي كل الفرق اللي حظوظها ما فيش فريق تقدر تقول أنه هو فارق أو يمكن بس الإمكانيات بتختلف يعني نتكلم على الهلال السعودي فريق عنده إمكانيات كبيرة ولعبة مميزة وبطل أسيا بشكل قوي وفريق ممتع فريق الجزيرة الإماراتي فريق مميز لسه كاسبان السوبر الإماراتي مؤخرا وهو في المركز الخامس في دول الإماراتي ولكن فريق برضو عنده محترفين وهو صاحب الأرض طبعا الفريق اللي هيشارك بدل أوكلاند بالنسبة لنا ما نعرفوش يعني هو مش في طريق الأهلي إلا في حالة يعني ما نتمنهاش يعني وكلام على تشيلسي أه فالكلام طبعا تشيلسي وبالميراس بالميراس للناس طبعا الأهلي لما خذ المركز التالت من بالميراس من ضربات الجزائي الناس كتقول إيه ده فريق إزاي والأهلي لا ده فريق باطل كوب أمريكا المرة التانية فريق عنده نجوم كبار فريق بيصرف يعني ده فريق جاي من أمريكا الجنوبية يعني فريق تقيل جدا أكيد هو مستني برضو لو الأهلي إن شاء الله عدى منتيري هو هيبقى مستني في شكل مختلف لأنه زي يقول لي طار عند الأهلي ولكن العنق دايما هو ماتش دور التمانية ده بنسميه منتيري الأهلي ليه ذكرى مش لطيفة مع منتيري نتمنى إنه ما تتكررش نتمنى إن الظروف تساعد الأهلي واستعداداته لأن فرق الشمال بتاعة أمريكا عندهم بيبقوا سرعات وعندهم مهارات معينة وبيجوا بنفس الطموع بتاعنا إذا نحن يعني نتكلم ساعات كان يقول أوروبا أمريكا الجنوبية وما بيجوا البطولة هم فرق كبيرة وجايين من سمي فاينل فالأمور سهلة بالنسبة لهم ولكن فرق زي فرق المكسيك هي زي يعني تموحها زي الأهلكة عايزين نعمل إنجاز بالطبع لا فبالتالي هنا دي صعوبة المواجهة فان شاء الله الأهلي الظروف تخدم إن القائمة بتاعته تبقى جميلة ولطيفة وفيها تنوع ومسيماني يعمل الشغل بتاعه في الفترة دي ويستغل كاسر ربطة ويجهز كل اللعيبة وإن شاء الله يبقى شكل الأهلي في كاسر عامل أندادة من أفضل الأشكال لأن هي فرصة إن ممكن الأهلي يعمل إنجاز أبعد من مركز التالي يا رب إن شاء الله كلنا أكيد بنتمنى وبنحلم بهذا الأمر وعلى ذكر الشكل اللي كنت تتكلم عليه كمان بنتمنى نشوف شكل حلو لمنتخبنا كمان بإذن الله في أمم أفريقيا أنا بشكرة جزيل الشكر ونورتنا كالعادة وجودك معنا إن شاء الله نشوفك على خير ونفتح معك المزيد من الملفات يا رب ودائما حلقاتنا يبقى الأهلي ومنتخب مصر بخير ويعني نتكلم عليه دائما بشكل إيجابي يا رب إن شاء الله مشكورة جزيل الشكر وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقة النهاردة بكرة بإذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأحياء صباحا لك